السلام عليكم ازايكم اخبار جديدة واخبار مهمة طالعة من اسرائيل والحقيقة معايا تقرير في منطقة خطورة نازل في صحيفة اسرائيلية تكشف لك ايه اللي بيحصل في اسرائيل بالزبط ولا من وجهة نظري حاجة مهمة جدا مصر مش بعيد عن الحروب اللي بتخدها اسرائيل حاليا كل الكلام ان اسرائيل بتواجه ايران بتواجه حزب الله بتواجه حماس بتحارب على سبع جبهات بس لازم تعرف ان انت جبهة مع اسرائيل حتى لو مش مفتوحة حالين بس ما تنساش الخبر اللي انا جبتوا لك في فيديو سابق ان الجيش اسرائيلي اجرى مناورات على الحدود المصرية عن طريق كتيبة اسمها كراكال وكتيبة دي استخدمة الدبابات ووجهوا مدفعيتهم وبندقهم تجاه الحدود المصرية فده امره مهم جدا جدا طب ايه الجديد المعايا وهل الحرب بتاعت اسرائيل دي ممكن ضعف او فجأة كده تحصل على الليات السلام الحقيقة معايا تقرير مفاجئة بستمر عشان اقول لك عليه واكشفولك لازم اقول لك اقسم لو قبل واكشف الموضوع قبل اكشفلك التفاصيل كانين اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا محترم جدا وهو باترهاوس زي ما قلنا لكم قبل كده ان منطقة الجلالة هتيجي وبقوة الفترة الجاية وبقوة بسبب الاستثمارات الاماراتية والقطرية والسعودية عشان كده انا عايز اكلمكم عن باترهاوس باترهاوس من اول الشركات اللي كانت في مدينة الجلالة وعملت منتجة اسمه فيدالة منتجة ده على ارتفاع 750 متر فوق سطح البحر والمباني فيه على مساحة 18% فقط والباقي كله غابات صناعية ولاجونز وبحيرات صناعية كمان بتبص على البحر من فوق هضبة الجلالة ومميزات تانية كتير زي مثلا حتيجي تقول لي انا مش بروح هناك كتير حقول لك باترهاوس ممكن تأجرلك وحدتك طول السنة من جير ما انت تتعب نفسك لان هناك فيه جامعة الجلالة وميناء العين السخنة وشركات اجنبية كتير فانت هنا شاقتك ممكن ندخلك دخل وانت قاعد في مكانك كل شهر والجميل في الموضوع ان شركة باترهاوس عاملة لانش جديد لمرحلة بيعية جديدة في منتجة فيدالة وعملين خصونات وعروض مميزة جدا ولو انت من اول مية عميل يحكز معاهم طب ايه بقى المميزات اللي هتاخدها لو اشتريت دلوقتي حقول لك هتاخد عشرة في المية خاصمة على الشاليهات وفلات وكمان هتدفع مقدم خمسة في المية بس وخمسة في المية بعد تلات تشهر كدفعة استكمالية وباية العقصات على سبع سنين دفعات متساوية وكمان باترهاوس قررت كمان تلقي رسوم التنازل والاهم بقى ان هم عاملين خصومات اربعين في المية للي يدفع كاش وده خاصة كبير جدا وكمان هيكون في تسكين للوحدات في شهر سبع الجاي خلاص يعني كل العميل هيعرف مكان وحدته فين وحياملوا حتفال كبير جدا تسكين للناس هناك فاوقع هتفوتك بفرصة في الاستثمار في باترهاوس حسيب لحضراتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معهم نخش في الموضوع لطول نخش في الموضوع لطول الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعوا فيما يخص حرب جزة هي الحرب بتاع الجزة شغالة بالها كتير جدا يعني بتنتكلم كده على تسعة تشهر شغالة الحرب دي بدون توقف يعني الكتال فضل شغال بدون توقف بشكل بير جدا خسائر اسرائيل كبيرة ما تنساش ان الجيش بيحارب باله تسعة تشهر الجيش منهك خسائر الفلسطيني كبيرة جدا النهاردة الام متحدة بتتكلم ان مليون وتسعمائة الف فلسطيني من النازحين يعني معنى كده ان اسرائيل تقريبا ضمرت كل قطاع غزة يعني خلته ركام يا جماعة كل التقديرات بتقول ان غزة اتضربت بقنابل زي القنابل النووية بالزبط مش نووية نووية بس نفس التأثير كأن اتضربت غزة بالنوية كم المتفجرات اللي نزل على قطاع غزة بالاطنان بالاطنان يا فوق اللي نزل على اليابان في حرب العالمية التانية في هيروشيما ونزاكي فالامر ده خطير جدا جدا طيب اللي بيحصل دلوقتي ايه اللي بيحصل دلوقتي ان جيش اسرائيلي في حالة ملل وفي حالة استنزاف قصوى جيش اسرائيلي خلص بنك الاهداف بتاعه في قطاع غزة مش عارف يحارب فين يعني مش لاقي حماس ومعدل قتل مقاتلي حماس قال في حين ان معدل قتل الجنود الصهاينة مستمر كل يوم يقع البارح على فكرة بالمناسبة يعني اتقتل نقيب في اللواء جفعاتي ده بالمناسبة على فكرة ده ردبة يعني اخذت بالك كل يوم في ردبة بتوع من جيش اسرائيلي وعوضح الجيش ان جنديين اصبا في المعركة احدهم ينتمي للواء جولاني والاخر ضابط من لواء جفعاتي اصابته خطيرة جدا وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الاسرائيلي خلال الحرب منذ السابع من اكتوبر الماضي الى ستمائة وسبعين منهم مائة وستون منذ بداية العام الجاري فانا كنت جبت حراق مقالة نزلة في جديدة نيويورك تايمز كان القادة الاسرائيليين في مجلس الحرب اتكلموا لصحيفة نيويورك تايمز عن طريق اتنين من كتابها وقالوا لهم على فكرة احنا عندنا نقص في الزخيرة لان الجيش الاسرائيلي بيوفر الزخيرة استعدادا للحرب باللبنان عندنا نقص في الطاقة لان الجيش اسرائيلي بالو تسعة تشهر بيحارب وعندنا نقص في قطع غير ده الكلام اللي تقال لصحيفة نيويورك تايمز والحقيقة ان الكلام ده كلام مفاجئ بشكل كبير في حالة غضب في الجيش اسرائيلي في حالة يعني انفجار مكتوم الناس مش قادرة والحقيقة ان التقرير ده اوي منزل طلعنا تانية هوا ام رد عليه لك يا بقى اشعافيش الكلام ده مفيش وقف الاطلاق النار ابدا لن يحدث ان يحصل وقف اطلاق النار وحماس موجود لان القادة بتوع الجيش اسرائيلي قالوا لنيويورك تايمز احنا ممكن نقضل بصفقة تضمن حتى حكم حماس لغزة بس نضمن الصفقة دي ونستعيد الاسرة ونريح شوي نتانية هتقولها لك لا مش حياس لا اعرف هذه المصادر انها مجهولة الاسم لكنني هنا لأوضح بشكل لا لبس فيه هذا لن يحدث سننهي الحرب فقط بعد تحقيق اهدافها بما في ذلك القضاء على حماس واعادة مختطفين كافة القيادة السياسية تحددت للجيش هذه الاهداف وبحوزة الجيش كل الوسائل لتحقيقها نحن لا نردخل الروح للهزامية لا بنيويورك تايمز ولا في اي مكان اخر ايه اللي حصل اللي حصل من عدة ساعات ان طلعت اخبار مفاجأة وجيدة من قطر قطر اجسلت بعض التعديلات على الهدنة المقترحة بين اسرائيل وحماس بعتوا التعديلات دي لحماس وحماس ابتدت ان هي تناقش مقترح الهدنة ده بروح ايجابية تاني هو مقترح امريكي ان هما يوقفوا القتال على ثلاث مراحل اول مرحلة ستة اسابيع هدنة ثلاث يتم تبادل مئات من الاسرة الفلسطينيين مقابل ان حماس هتفرج عن كبار السن ومصابين في مرحلة اولى مرحلة التانية يتم مناقشة وقف اطلاق النار بشكل تام وان الجيش اسرائيلي ينسحب من قطاع غزة وحماس تفرج عن المجندات والمجندين والكلام ده كله مرحلة التالتة برضو ستة اسابيع ويكون القتال انتهى تماما والحرب انتهت تماما وحماس تعيد رفات الجنود الصهاينة لاسرائيل لشي التعديلات اللي اقترحها الامريكان والقطرين قدموها لحماس حماس ناشيتها بشكل كويس او شكل ايجاب وقالت حركة حماس ان رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية اجرى خلال الساعات الاخيرة اتصالات مع الوسطاء في مصر وقطر حول الافكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة بيان حماس اكد ان الحركة عاملت بروح ايجابية مع فحوى المدولات الجارية بشأن القطاع وابتدى يطلع كلام ان حماس في مناقشتها بالشكل الايجابي ان حماس تنازلت عن شرط ان يحصل انهاء الحرب في مرحلة اول او وقف القتال في مرحلة اول اجلول المرحلة التانية يعني يحصل هدن بس الحرب متنتهيش في مرحلة اول خاصة وده كان من ابرز شروط الجيش الاسرائيلي وابرز شروط التانية وعلى فكرة اللي قالي الكلمة دي هو مسئول اسرائيلي وفقا للقنان الاثناشر الاسرائيلية فده حاجة كويسة جدا حماس بتحل صح؟ حماس بتحل العرض راح لاسرائيل ماشي؟ القطارين ومصريين نقلو لاسرائيل ايه رد فعل اسرائيل؟ احياء اول حاجة طلعت ان المقترح ايجابي يعني حماس ما قدمها حل له والدنيا حلوة ده اللي طلع من اسرائيل بس هي طلعت جريدة اسمها يدعوت احرنوت تقول لك على فكرة فيه مفجار في اسرائيل ليه؟ لان الجيش الاسرائيل ومخابرات الاسرائيلية ابتدوا يشعروا ان تانية عزبه وصفقة برغم ان حماس وفقت على بعض المطالب الاساسية لاسرائيل ان الحرب ما تقفش في المرحلة الاولى من تانية عزبه وصفقة طب عرفوا منين؟ قال لك والله يعرفنا ان قبل حماس ما تجاوب او تعطي رد ايجابي طلع بسليل سموتريتش اللي هو زيل المالية كان بيخطب في مستوطنة اسمها سيد رود وقام قيل ايه؟ قال احنا ابتدينا نلحظ ان حماس فيها تفكب حماس فيها انشكاق حماس فيها دعم وده الوقت المناسب ان احنا نضغط عسكريا ونجيب حماس الارض ونضغط عليها لانهاء حماس ده قبل ما حماس ترد طب عرفوا منين؟ قال لك والله هي هو اكيد مش صدفة ان بسليل سموتريتش يطلع يخطب الخطبة دي قبل ما حماس تجاوب هو مش صدفة واكيد اللي قبلغ بسليل سموتريتش وزير المالية مش المخابرات يبقى مين؟ نتانياو نتانياو على فكرة كان عنده معلومات ان حماس هترد بشكل ايجابي وان المقترح او التعديلات الامريكية والقطرية هي مقبولة عند حماس بللي حصل ان بسليل سموتريتش سبقا مش بس كده ابتدى يطلع بيان منسوب لجهات امنية جهات امنية كده يعني الجيش الاسرائيلي يقول ان في محازير معينة حوالين قبول صفقة مع حماس في حين ان الجيش معلقش اصلا تخبرك تانية حاجة التقرير بيقول لك ان مخابرات الاسرائيلية ابتدت تلحظ ان تانياه بعد ما جاله الصفقة اللي هو مسلا منتظرها والحاجة الاساسية اللي هو كان بيتمناها عدم وقف الكتال في المرحلة الاولى على فكرة انا مش بقول لك وعدم وقف الكتال ان مش هيحصل هدنة هيحصل هدنة بس ممكن يكون فيه كتال في بعض المناطق الاخرى بس وممكن تكون الحرب شغالة في بعض المناطق الاخرى فهو ده شرط اسرائيل وما تنسحبش من قطاع جزة بس ده الامر الاساسي وده اللي كان عاوزه نتانياه فبيقولوا ايه نتانياه حياخد رد حماس ده ومش هيرد عليه نعم اه مش هيرد عليه هيرد عليه بعد كتابه في الكونجرس الامريكي ليه يضيع وقت يكون حماس زهد ويكون حماس اه وقعت اصابات اكتر في الجيش اسرائيلي ويكون بدأ حرب لبنان فساعية هرد حماس ده هيكون مروش لازم في حرب بشغالة في لبنان كل اللي بقوله لك ده من صحيفة اسمها يدعوت احرنون نتانياه حيبوز الصفقة اللي حماس ردت عليها بشكل ايجابي وهو الحيبوازه وحيبوزه بشكل او باخر وعلى فكرة هو مش حيبوزه بمزاجه هو التاني اللي هو بسليس موترج ده من اليميني متطرف قال له الرسالة قال له افضل اضغط عسكريا اوع تقبل بالصفقة هيستقيله وينهار الحكومة ونتانياه حيتحاكم بس فده الكلام خطيف جدا المفروض ان العالم كله يعني فيه نوع من انواع الارتياحية لرد حماس بس المفاجأة حتكون من عند نتانياه مش بس كده الحقيقة ان نتانياه النهاردة في مفاجأة من العالم الثقيل كتب مقالة او عمل لقاء صحفي مع صحيفة اسمها جوريزولين بوست السهونية بيتكلم فيها بشكل ايجابي جدا على العلاقات الامريكية وقالك على فكرة النصر قريب جدا طول ما احنا معنا بالامريكية وعلى فكرة الامريكيان زي الصهاينة بالضبط اللي اتنين متأسلين باجدادهم بعد يتكلم بشكل كويس جدا على علاقات الامريكية الاسرائيلية ويقول ان الاتنين ادهم في ايد بعض ويوشيد بالعلاقات الامريكية الاسرائيلية طب ايش معنا الى نهاردة؟ لان النهاردة facilitating او عيد الاستقلال الامريكي عن الاحتلال البريطاني فالنهاردة المفروض يعني عيد في امريكا فنتانياه وبيعايد على امريكان ده امر في نفس الوقت نتانياه وبيغير من لهجته تجاه الادارة الامريكية وحاويز يقول يعني ان الانتقادات اللي تمت كلاله في فترة اللي فات الادارة الامريكية خلاص هو بيرجع فيها. الراجل يا جماعة بيمهد عشان لما يروح الكونجرس ويقابل رئيس الامريكي ما بيبقى الشكل وحش. فاصل? هو بيصالح كده جو بايدن وبيحاول ان هو يقدم يعني ايه اه حاجات كويسة لجو بايدن قبل ان يروح البيت لابيض. ماشي. وهنا تيجي مقالة كاتبها كاتب سهيوني اسمه انشل فيفر. انشل فيفر بيقول لك نتانياهو. سيبك بقى من اللي هو عامله في جوريزولين بوست سيبك من روح الايجابية وكام دا قول. بس نتانياهو في استبار صعب جدا. اولا نتانياهو حاليا لو بوز الصفقة بتاعت الرهائن دي. اللي حماس قبلتها بروح جيدة او قبت عليها بعض التعديلات البسيطة. هنا هيكون في مواجهة ضد الادارة الامريكية. اللي هي اه يعني عملت المستحيل عشان الحماس تقبل الصفقة دي. وهيكون في مواجهة ضد جيشه. وهيكون في مواجهة ضد مخابرات. ان الاتنين يا جماعة. هدل الوقت بنتكلم ان الجيش الاسرائيلي يبتدى يصرح في الاعلام بعيدا عن رئاسة الوزراء الاسرائيلية. وابتدى يتحدى رئاسة الوزراء الاسرائيلية في الصحف الامريكية. عارف يعني ايه قاضة في الجيش الامريكي يروح يصرحوا اللي جريدة الامريكية. رقوا احنا جبنا اخرنا. احنا مش عارفين نحارب. احنا عندنا نقص في الزخيرة. نقص في معنويات نقص في الروح. ايه الكلام. في جيش بيعمل كده. وفي نفس الوقت ان التناهي يطلع يرد عليهم في الاعلام الاسرائيلي. مواجهته بنفي اي استعداد لاسرائيل لانهاء الحرب في غزة قبل تحقيق جميع اهدافها. وفي مقدمة تلك الاهداف القضاء على حماس واعادة كافة المحتجزين. لكن اسرائيل تنوي التحول لتحقيق ذلك عبر خطة جديدة لمستقبل الحرب في غزة. يبدو انها ستكون طويلة الامد. ضمن ما سمي بالمرحلة الثالثة من الحرب. فانش الفيفر بيقول لك نتنيها دلوقتي مع بوازان الصفقة دي هو بيزود الجليان. خاصة ان اهالي الرهائن المحتجزين عرفوا برد حماس. وقال لك ان حتى قبل رد حماس لازم تعرف ان الامر كان مشتعل بشكل بيء جدا. فنتنيها دلوقتي مش في مواجهة دا هيكلية فقط. دا في مواجهة مع الامريكان. امريكان هم من اللي عملوا التعديلات دي الحماس. ونتنيها هيرفضها. ونتنيها هيرفضها كمان. او مش هيرد عليها. ورايح امريكا. فالامر دا خطير جدا. في نفس الوقت. طلعت ركالة انباء اسمها ام ان اس بي سي. انا بتبقى ان بس اكون بنتقى الاسم صح يا. القناة دي. طلعت كتبت مقالة في منطقة خطورة. تقول لك كم? طلعك على فكرة. دلوقتي في حرب بين اسرائيل ولبنان. والامر دا ما فيوش كلام كتير يعني. التصريحات اللي طلعها حتى من الوساطيين في اسرائيل زي بني جانس مثلا. اللي هو زيد دفاع السوهيني السابق. كلها بتشير ان اسرائيل هتتحرك ضد لبنان. حتى يقوف جالند كان بيخطب فيه بعض المسؤولين الاوروبيين. وقال لهم على فكرة لو حزب الله ما بطلش احنا هنقوم بحرب ضد حزب الله. نحن نضرب حزب الله بقوة كل يوم. وسنصل ايضا الى حالة الاستعداد الكامل للقيام باي اجراء مطلوب في لبنان او التوصل الى تسوية من موقع القوة. نحن نفضل التسوية. لكن اذا اجبرنا الواقع فسنعرف كيف نقاتل. وحتى يقوف جالند برضو وزير الدفاع كان بيخطب في الجنود الصهاينة وبيقولهم الدبابات بتاعتنا اللي وقفة في الشمال ممكن تصل لنهر ليطاني لو استدعت الحاجة. كلها تصريحات بتشير ان اسرائيل دخل مواجهة ضد حزب الله. ام ان اس بي سي بتقول اسرائيل على فكرة. احتلت لبنان او قامت بغزو لبنان كذا مر؟ امتى? قال لك الف تسعمائها واحد سبعين? الف تسعمائة اتنين وتمانين? الف تسعمائة تلاتة وتسعين? الف تسعمائة ستة وتسعين? الفين وستة. هي كانت اه غزوات اسرائيلية لجنوب لبنان. مع مختلف التقديرات يعني مرة راحوا لحد جنوب بيروت مرة راحوا لحد نهر ليطاني مرة غازوا بكميات كبيرة بس هو قالك ان اخطر عملية كانت الف تسعمائة اتنين وتمانين لان اسرائيل توغلب بشكل بجي جدا عسان تقضي عالم مكومة فلسطينية برئاسة ياسر عرفان ده حاجة حاجة تانية قالك اخطر مرة او احدث مرة كانت في 2006 ان اسرائيل ابتدت تشعر بقوة اسمها حزب الله عمالة تحارب معها كان في مكومة كبيرة اما ان اس بي سي بتقولك كل الحروب اللي فاتت دي قوم وحرب 20-24 حرب تانية خاص ليه لان انت اصبحت قدام قوة مستقرة اسمها حزب الله معها سواريخ تقدر بميتين الف يعني هم على فكرة لأول مرة شوف الرقم ده عند اي صحيفة امريكية او اي قناة امريكية بيقولك ميتين الف قذيفة وصاروخة وان القوة دي مستعدة بشكل كبير وتمرست على قتال اسرائيل بشكل كبير جدا طيب ليه المرة دي امر مختلف قالك والله لان سواريخ اسرائيل ممكن تخرج البنية التحتية لاسرائيل من الخدمة هتيجي تقول لي ده كلام معاته وكلام معروف وكان ده كل حقولك ابدا المرة دي هم بيتكلموا ان حزب الله ممكن يضرب منصات الغاز الاسرائيلية بمناسبة منصات الغاز الاسرائيلية ممكن حزب الله يضربها طيب وين مشكلة لو ضربها هتأثر علينا احنا كمصر ده اولا بتاني حاجة البنية التحتية هم قصدوهم محطات الكهرباء مش المطار بتاع بن جوريون حيدربوه المطارات العسكرية حزب الله حيدربها حسن الامور دي تخلي اسرائيل معزولة وتخلي الشعب السهيوني في الملاجئ ودي حاجة ما حصلتش في ولا حرب من الحروب اللي قبل كده تاني حاجة حتوقع خسار ضخمة جدا في البنية التحتية الاسرائيلية وحبهد الاسرائيل صحيح حزب الله هيتعور اللبنان هتبهدل وعفكرة الاسرائيليين بيقولك احنا كان عندنا خطأ استراتيجي لو احنا من الاول ضربنا بيروت من اول ما حزب الله ابتدأ نضم الحماس بعد عملية توفان الاقصر كنا ضربنا بيروت كان هتحصل ضغوط سياسية على حزب الله عشان يوقف الحرب انما احنا خرجنا بيروت بره لقصة وللأسف يعني فهما شايفين كده مجرمين يعني هما ده تفكير اجراء سواء بيفكر في كده فأم أن اس بي سي بتقولك الخطير في الموضوع ان الاسرائيل هتخش بري ولازم تعرف ان جلوب لبنان مفهوش خطوط برية كتيرة مختلفة هي هي نفس الخطوط البرية اللي دخل منها الجيش الاسرائيلي في 2006 عيخشها تاني الجنوب تنتهي مع أعلان وقف تام لإطلاق النار في غزة بشروط حماس ووفقا لترتباتها هذا الكلام عاد وأكده من جديد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وفي خضم الأشهر التسعة هذا يلعب طرف الحرب أي حزب الله وإسرائيل على حفة الهاوية حرب مضبوطة نسبيا حتى اللحظة إلا أنها قادرة على الانزلاق إلى حرب شاملة ومدمرة في أي لحظة وأمام أي خطاء فبطور حزب الله هيكونوا منتظرين وحيكون فيه أخاخ وألغام وحيبهدلوا الجيش الاسرائيلي وحيوقع إصابات كتيرة جدا ممكن تجبر اسرائيل وده من عندي يعني ممكن تجبر اسرائيل أنها توقف الحرب حاجة تانية لازم تعرف أن حزب الله ده ده كنز عند إيران بشكل كبير ليه؟ هي مش قصة أن إيران استثمرت في حزب الله كتير جدا وأن ده يعني ميليشيا هو مصطلح اسكري كلمة ميليشيا مصطلح اسكري أنا مش بغلط في حزب الله أو بشتم حزب الله أو أي حاجة بس أنا بقولك هو وصفه ميليشيا أن ده ميليشيا إيران استثمرت فيها كتير وهي مستقرة ودي ميليشيا سياسية كمان متحكمة في لبنان حتى لو بشكل جيد مباشر بس القصة كلها أن حزب الله مش معمول عشان يرضع إسرائيل حزب الله معمول عشان يرضع الأمريكان أو يرجع الأمريكان لو حبوا يضربوا إيران لأن أمريكا لو ضربت إيران تفكر إزاي حزب الله حيرضع على إسرائيل فقال لك إيران مش هتتخلى عن حزب الله بسهولة وده أكتر ميليشيا عند إيران أهمية ده حاجة مهمة جدا أكتر من الحوثين أكتر من الميليشيات الإيرانية في العراق اللي هي تابعة حزب الله برضو أكتر من الميليشيات الإيرانية في سوريا لا 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 حزب الله أمن مختلف ما ينفعش يصفت ماينفعش يتهزم بالنسبة لإيران دي حتكون كارثة حيكون كأنك بالضبط ضربت إيران كأنك بالضبط ضربت إيران لأن ده أول خطوط الدفاع الإيرانية فده أمر مهم جدا حاجة تانية وده الخطير في الموضوع إن إسرائيل دلوقتي منشغلة عن الداخل الإيراني يعني خبت بالك الفترة اللي فاتت دي قبل عملية التوفان الأقصى كانت إسرائيل بتقوم بعملية اختيال كبيرة للقادة الإيرانيين والباحثين الإيرانيين ومسؤولين إيرانيين وكام بكل في الداخل الإيراني ودي كانت عمليات بتشغل النظام الإيراني بشكل كبير وبتبين ضعف وقصات شعادة العمليات دلوقتي وقفت إسرائيل منشغلة بشكل تام بالتجسس على حماس والتعامل مع حماس وحزب الله وقال لك ده أمر خطيف جدا لأن إيران دلوقتي حاليا بتزيد من تخصيب اليورانيوم وبتقول لك والله إحنا هنرجع عقدتنا إحنا ممكن نبتدي إن إحنا يعني إنه غير من برنامج النووي السلمي ده ممكن نخليه حاجة تاني فده أمر فمضاء خطور إيران العالم مشغول عنها صحيح فيها انتخابات بس برنامج النووي الإيراني أصبح أخطر والأخطر منه كمان إنه خلي بالك إيران ما بقيتش لوحدها واضح جدا التحالف الروسي وخلي بالك إن كوريا الشمالية دخلة في الموضوع فأصبح في حلم وكوريا الشمالية ممكن بشكل جيد مباشر عطير روسيا تتحالف مع إيران فالأمر ده خطير جدا جدا فالخلاصة يعني إن دلوقتي إسرائيل يتحارب وتخش وتستحمل البهدلة وضل واضح يعني يا إما تأجل الحرب اليوم آخر طيب أنا ممكن أتوقع معاك حاجة مما جدا ممكن إسرائيل ما تحاربش حزب الله دلوقتي لسبب بسيط إن خلي بالك لو قامت الحرب بين إسرائيل وحزب الله نشيط وعلى فكرة تتوقع وأنا بفكر معاك يعني لو قامت الحرب بين إسرائيل وحزب الله لازم تعرف إن مش إسرائيل وحدها هي هتحارب حزب الله لأ القواعد الأمريكية اللي موجودة في الشرق الأوسط هتتأثر والقواعد دي هتبدرب من ميليشيات إيرانية ماشيك هل ده الإدارة أمريكية حاجة ممكن تتسامح فيها في ظل عام انتخابي في ظل إن مشاكل عند حاملة جو بايدن فده سؤال مهم جدا الأمريكان أكيد عاوزين يعطلوا حرب حزب الله ده بدليل إن هم قدموا تعديلات لحماس لأن حرب حزب الله ممكن ما تكونش حتمية لو الحرب في غزة وقفت هيبقى عند إسرائيل خيارات يا تقوم بالحرب يا ما تقومش إنما لو فضلت الحرب في غزة شغالة هتبقى حرب حزب الله حتمية خاصة فدي أمور يجب التفكير فيها بشكل كبير الإعلام الأمريكي بيحذر إسرائيل هي مش نزهة وهي مش نزيق أي حرب قام بيها الجيش الإسرائيلي في لبنان في نفس الوقت لازم تعرف إن فيه شيطان قاعد في إسرائيل دلوقتي وأصبح معزول ومكروه من كل الشعب الإسرائيلي أكثر ما هو معزول عالميا وأكثر من إن حيطلع له أمر بالاعتقال من الجنائية الدولية فده أمر مهم جدا يا رب أكونش واحد حركة موضع بشكل مبسط ويا رب نصر مصر رب نصر العرب ويا رب نصر فلسطين يا رب تحيا مصر سلام موسيقى موسيقى يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين